موسيقى بالوفاء المقيم والأمنيات الصادقة لكم منا بالنجاح والتفوق أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط أعود مجدداً فألتقي بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية وموضوع الدرس لهذا اليوم هو اسماء الزمان والمكان فما المقصود باسمي الزمان والمكان؟ وما الأفعال التي تشتق منها؟ وما طريقة صوغ كل منها؟ وما طريقة صوغ كل منهما؟ أعزائي الطلبة تعالوا معنا لنتعرف على قواعد الدرس من خلال هذه الأمثلة والشواهد القرآنية أولاً قال الحق جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً أي سأبقى سائراً إلى أن أصل إلى مجمع البحرين أي ملتقاهما لاحظ كلمة مجمع أنه اسم مكان كما يفهم من سياق الآية وهو مشتق من الفعل جمع المفتوح العين في المضارع فجمع يجمع وأذكركم بأن هذا الفعل هو من الباب الثالث الذي سبق ذكره في درس أبواب الفعل الثلاثي لقد صيغ اسم المكان مجمع على وزن مفعل وعلى هذا الوزن أيضاً لدينا هذا المثال ثانياً قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والكلام عن الكافرين الذين بعثوا من بعد الممات فوعوا إلى حقيقة النشور لاحظ كلمة مرقدنا من الفعل رقد المضموم العين في المضارع رقد يرقد مرقد لقد صيغ منه اسم المكان مرقد أي مكان الرقود وهو القبر هنا وقد جاء على وزن مفعل أيضاً مثل كلمة مجمع المشتقة من الفعل جمع يجمع المفتوح العين في المضارع وخذ هذا المثال أيضاً قال الشاعر وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلا متحول وفي رواية أخرى لمن رام العلا والقلا معناه البغض أي إن الكريم قد يجد له مكان آمناً ومن يبتعد فيه عن الأذى والبغضاء ففي الأرض متسع لذلك أعزائي الطلبة لحظوا كلمة منأ التي وردت في شطر البيت إنها اسم مكان شتقة من الفعل الثلاثي المعتل الآخر نأى ينأى لقد صيغى على وزن مفعل كما في مرقد ومجمع ولاحظوا كلمة متحول التي وردت في عدز البيت لقد اشتقت من الفعل الخماسي تحول على وزن مضارعه يتحول مع إبدال ياء المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر هذه طريقة صوغ اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي كما سيأتي شرحه نعود مرة أخرى إلى الثلاثي فله صيغة أخرى غير مفعل وهي مفعل بكسر العين متى تصاغ أسماء الزمان والمكان على هذا الوزن إليكم المثال الرابع إذا خان المغرس وحل موعده أسرع فازرع شجرة وهذه دعوة لكم أعزائي للمشاركة في زراعة حديقة المدرسة وتجميلها في مواسم الزر لاحظ عزيزي الطالب كلمة مغرس إنها اسم زمان من الفعل الثلاثي المكسور العين في المضارع غرس يغرس صيغة على وزن مفعل ولاحظ أيضا اسم الزمان موعده تجده قد صيغة على الوزن نفسه مفعل وهو مشتق من الفعل المثالي وعد وعد موعد عزيزي الطالب قد تتساءل كيف عرفنا وميزنا اسمي الزمان مغرس وموعد وأقول لك إن في الجملة ما يشير إلى كونهما اسمي زمان فأنت ترى كل من الكلمتين حانة وحل فهذه كلمات تشير إلى الوقت وخذ هذا المثال على اسم الزمان المشتق من فعل مثال أي معتل الحرف الأول القوي من كان قويا على نفسه في مواضع الشدة والغضب وفي هذا القول دلالة واضحة على ضرورة التمسك بالحلم وسعة الصدر وكظم الغيظ فالكاظمين الغيظ لهم مغفرة عظيمة من لدن البار عز شأنه وكلها دلالات على قوة الإنسان على نفسه عند تعرضه إلى مواقف في ساعة الغضب والشدة لاحظ كلمة مواضع مواضع جمع موضع وهو اسم زمان كما يفهم من سياق الكلام وربما يأتي اسم مكان في سياق آخر مثل قولنا ضع الكلمات في مواضعها الصحيحة أي في أماكنها أعزائي الطلبة لابد لكم أن تعرفوا أن القرينة في الجملة هي التي تحدد نوع الاسم إن كان اسم زمان أو مكان فإن لم تجد هذه القرينة فيصحوا في الاسم الاثنان خذ هذا المثال قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم يقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم أي مساقطها أو مغاربها فقد يكون المكان الذي تغرب فيه أو قد يكون زمان غروبها ولا توجد هنا قرينة لأن تكملت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فليس هناك ما يشير إلى كون الاسم اسم زمان أو مكان فيصح هنا في كلمة مواقع وهي جمع موقع كما قلنا من الفعل المثال وقع يصح أن تكون اسم زمان أو مكان لاحظ صيغتها على وزن مفعل قلنا أن اسمي الزمان والمكان يصاغان من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي فمن أمثلة الفعل غير الثلاثي انظر هذا المثال قال تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون أي لكل خبر عن الزمن المستقبل أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى نهاية أي لابد أن يأتي الزمان الذي تظهر فيه حقيقة ما أخبرنا به لحظ كلمة مستقر اسم زمان كما يفهم من سياق الآية اشتقت من الفعل السداسي استقر وصيغت على وزن مبارعه يستقر مع إبدال ياء المبارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر وهذه هي طريقة صوغ اسمي الزمان والمكان من الأفعال غير الثلاثية عزيزي الطالب مما تقدم شرحه لابد أن تكون قد توصلت معنا إلى أن هناك وزنين لسمي الزمان والمكان المشتقين من الفعل الثلاثي صوغ اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي الوزن الأول مفعل بفتح العين وذلك إذا كان الفعل الثلاثي ناقصا أي معتل الآخر أو كان المضارع أو كان المضارع منه مفتوح العين أو مضمومها لاحظ هذا المخطط ما يصاغ من مفعل المعتل الآخر مثل مجرى من الفعل جرى يجري مرمى من الفعل رمى يرمي ومثوى من الفعل المعتل الآخر ثوى يثوي ولدينا أيضا مما ينظوي تحت هذا الوزن المفتوح العيني في المضارع مثل مشرب من الفعل شرب يشرب لاحظ يشرب مفتوح الحرف الثاني فتحه على الراء ومصنع من صنع يصنع أيضا مفتوح الحرف الثاني في المضارع ومثلها ملعب لدينا أيضا المضموم العين في المضارع يصاغ على وزن مفعل مثل مكتب من الفعل كتب يكتب مضموم الحرف الثاني وما أخذ من أخذ يأخذ وما أدخل من دخل يدخل الوزن الثاني وهو مفعل بكسر العين إن كان الفعل مثالا أي معتل الحرف الأول أو كان صحيحا مكسور العين في المضارع فإنه يصاغ كما قلنا على وزن مفعل إليك هذا المخطط مفعل متى يصاغ اسم الزمان والمكان على هذا الوزن إذا كان الفعل مثالا أي معتل الأول مثل موعد من الفعل وعد يعد أو ومورد من الفعل ورد يرد موقف من الفعل وقف يقف أو إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع مثل مجلس مضرب مهبط فمجلس من جلس يجلس ومضرب من ضرب يضرب ومهبط من هبط يهبط صوغ اسمي الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي انتهينا من الفعل الثلاثي الآن نتناول صوغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي يصاغ اسماء الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال إياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر أنثلة استخرج يستخرج مستخرج مستخرج انتدى ينتدي منتدى استطاف يصطاف مصطاف لاحظ الصياغة كلها جاءت على وزن المضارع مع إبدال إياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر إليك عزيزي الطالب هذه الملاحظة قد تريد صيغة مفعل مقترنة بالتاء المربوطة للتأنيل مثل مزرعة في زرع يزرع مطبعة في طبع يطبع مدرسة في درس يدرس عزيزي الطالب لك أن تعرف أن اسمي الزمان والمكان يصاغاني على وفق قاعدة المصدر الميمي وصيغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي ويمكنك التعرف على كل منها بالقراء فإن لم تجد قرينة فكل منها صالح لأن يكون للزمان أو المكان أو للمصدر الميمي أو اسم المفعول سأوضح لك ذلك من خلالي صوغ كل منها من الفعل الخماسي اجتمع اجتمع مجتمع فنقول مثلا مجتمع الأصدقاء مساء هنا اسم زمان مجتمع الأصدقاء ساحة المدرسة اسم مكان ما مجتمع بالطلاب بالطلاب صيغة اسم المفعول اجتمع الطلاب مجتمعا مزدحما هنا مجتمعا مصدر ميمي ميمي عزيزي الطالب من خلال الشرح لا بد أن تكون قد توصلت معنا إلى تعريف اسمي الزمان والمكان القواعد تعريف اسمي الزمان والمكان أولا اسم الزمان ما هو اسم الزمان؟ اسم الزمان هو اسم مصوغ من الفعل للدلالة على زمان وقوع الفعل مثل قوله تعالى إن موعدهم الصبح موعدهم هو اسم الزمان وذلك بقرينة كلمة الصبح هي إشارة إلى الزمان ثانيا اسم المكان هو اسم مصوغ من الفعل للدلالة على مكان وقوع الفعل مثل الحديقة ملعب للصغار ومتنزه للكبار وهنا حديقة المدرسة هي إشارة واضحة على إن ملعب ومتنزه هما اسم مكان فملعب من الفعل الثلاثي لعب يلعب ومتنزه من الفعل الخماسي تنزه يتنزه القاعدة الثانية يصاغ كل من اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزنين هما مفعل ومفعل على مفعل إذا كان الفعل ناقصا مثل مجرى النهر عميق أو مسر القافلة قبل الفجر أو كان مضارعه مفتوح العين مثل ملعب الفريقين غدا فملعب اسم زمان بدلالة كلمة غدا ملعب الكرة فسيح هنا ملعب اسم مكان بدلالة فسيح أو كان مضموم العين في المضارع مثل الظهيرة مرصد الصيد هنا مرصد اسم زمان بدلالة الظهيرة المرقد قريب من الغدير مرقد اسم مكان بدلالة قريب من الغدير قاعدة الثالثة ويصاغ على مفعل إذا كان الفعل مثالا صحيح الآخر حضرنا قبل موعد المسابقة موعد اسم زمان بدلالة قبله قبل المسابقة موقف كأن نقول موقف السيارات بعيد أو كان الفعل صحيح الآخر مكسور العين في المضارع رابعا يصاغ كل من اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي على وزن فعله المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر مثال جئت منصرف المتدربين فمنصرف اسم زمان المستودع قريب من المدينة المستودع اسم مكان اشتق من الفعل استودع يستودع مستودع أعزائي الطلبة سنطبق ما تعلمناه من قواعد درس اليوم على ما يأتي التطبيق الأول سؤال عين اسم المكان في البيت الآتي واذكر فعله الذي اشتق منه بنفسيا تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطافة والمتربعة فكر جيدا وتأمل في البيت ستجد أن اسمي المكان هما خذ الحل أولا المصطافة من الفعل الخماسي استطاف يصطاف مصطاف ثانيا أين اسم المكان الثاني المتربع من الفعل الخماسي تربع يتربع متربع وكل منهما المصطافة والمتربعة كل منهما اشتق من فعل غير ثلاثين لذا جاء وزنه على وزن مضارعه إليك هذا التطبيق الثاني استعمل كلمة مجتنى في ثلاث جمل بحيث تكون في الجملة الأولى اسم مكان وأريدها في الثانية اسم زمان وفي الثالثة اسم مفعول فكر وخذ وقتك وتأمل جيدا واستذكر ما قدم من قواعد في درس اليوم ستعرف الحل بسهولة خذ وقتك الحل في الجملة الأولى اسم مكان سيكون الحل على النحو الآتي مجتنى التمر بلادي بدلالة بلادي مجتنى اسم مكان ثانيا مجتنى التمر الصيف ثالثا أمجتنى التمر مجتنى اسم مفعول والتمر نائب فاعل لاسم المفعول المعتمد على استفهام أعزائي الطلبة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وكان موضوعه اسم الزمان والمكان آمل أن أكون قد وفقت فيما قدمت وأن تكونوا قد استفدتم مما قدمته لكم من قواعد هذا الدرس ملتقانا في درس قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة